في الشحر تابع المدير العام لمديرية الشحر عادل باعكابة مع مدراء المرافق القدمية أعمال التوسعة في مشروع سفلة الشوارع الداخلية لمدينة الشحر الشارع الغربي ضمن برنامج المشاريع المتكاملة لاستعادة الخدمات في المدن الحضرية للمرحلة الثانية يونوبوس وحث المدير العام باعكابة مدراء المرافق القدمية على متابعة أعمال السفلة للشوارع والرفع بالخرائط وتمديداته للخدمات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والمعيقات لأعمال المشروع إلى جانبي تحديد أماكن المطبات الآمنة وخطوط المشا وغيرها من الأعمال المصاحبة للمشروع ترجمة نانسي قنقر